موسيقى انا مواطن مغربي اسمي عبد المومن الرقاس من مواليد 21-8-1963 قبل خمسة طفال كنت تكون بحدث والم تحية صادقة الاحياء من الاوفياء الذين يناصرون الحق في كل زمان ومكان والذين ناضلوا في سبيل اشعاء نور الحرية والكرامة الانسانية والديمقراطية واحقاق الحق والوقوف في وجه الظلم ايوه السادة الافاضل والسيدات الفضليات الموضوع ديالنا ديال اليوم هو بانني اتعرض لواحد الظلم وواحد الحيث وكان احكي لكم كالاتي هو ان اتعرضت للنصب من طرف صديق ديالي مدة 15 سنة او 20 سنة جاء عندي في واحد الايام من يوم الايام قال لي ودي قد تقترضني 100 الف درهم لمدام ديالي عندها شيكهات وانا اللي اعطيتهم وانا ما رجعت تخلصت لها المدام ديالي تسجن على تقني لي وجه الله تباركه وتعالى بحكم الصداقة اللي كانت فيناتنا اعطيتهم 100 الف درهم يعني عشراد المليون السنتيم على اساس يرجحها لي على تسعين يوم مشيت انا وياه كتبنا مشينا الجماعة قيليزينا سلمتوا المبلغ عدا وانقدا دازة تسعين يوم فات وقت الاجل ديالي بعدة شهور واحد نهار قلت له فلان اعطيني الفلوس ديالي قال لي يا دابا ما عندي قلت لي لما عطيتيني شي فلوس ديالي راني غادي ندعيك قال لي الله يرحمل ويدين ديالي تمديد تافقنا على اساس نديره تمديد مشينا دمنا تمديد تمديد عقد واعتراف بيداين على اساس يستدوا لي نهار واحد وثلاثين في شهر ثلاثة الفين وثلاثة عش وصل الاجل بقى شهر تلوى الاخر احتل الفين وثلاثة عشق قرب العيد الكبير قلت له فلان اعطيني الفلوس ديالي الله يرحم الوالدين رأتنا بغي نقضي دعي بيهم ولو تعطيني لي بتقصيت قال لي يا عبد المومن واش بقي عاقل على ذلك الفلوس هنا حسيت فراسي بانا تنصب عليها وضحك عليها هذك الصديق ديالي درت دعوة المحكمة ومقالة رامي من اجل حز تحفظي للممتلكات دياله فعلا حجزت له الدار دياله اللي مشروكه هو السيدة دياله والزوجة دياله وحجزت حق الموشاع دياله من اجل ضمان وحفظ مبلغ قدره مئة الف ديرهم من اللي دخلت معاه في المحكمة قبل ما ندخل معاه في المحكمة صيفت لي يا ناس كي يقول الصلح على اساس يعطيني نص ديالي المبلغ يطلوف لا لاني ما بعت مشاريخ هكا نسلفتك لوجه الله تبارك وتعالى نقدر نحيد لكم 10 الاف درهم بحل جيتو خسرتها عليكم وعطيني 90 الف درهم ما تلوش جاوبوني داك الناس الى ان درت الدعوة في المحكمة جا حضر وإذا بي كي يقول المحكمة بان هات التوقيعين المضمانين في الوثيقتين عمروا ما مشا معايا لا الجامعة ولا قليزا معايا وانفا كل شيء ودار مقال ديال الزور الفرعي هنا الجامعة ما يمكنش باي حالة من الاحوال تصحح شيء مضائي لما تأكدتش من الهوية ديال الشخص الماتي الامامها وكانين كاميرات في البلدية اللي كيشاهدوا على ذلك اللي ارجعنا التسجيل غلقوا ذك السيد بانه مشا معايا سواء في اعتراف بالدين او بالتمديد دياله هنا المحكمة درت لنا واحد للجلسة قال هو الأقوال دياله وقلتنا الأقوال دياله يوقع ووقعتنا التوقيع دياله هو مضمن في هذه الوثيقة اللي داز عند السيدة القادية ها نسخة من من الحكم التمهيدي اللي قال كلامه وقلت كلامه ووقعنا فيه بجوج اعطونا الخبرة من اللي يمشي الناس يديل عند الخبير الخبير هذا أول شيء اللي كيقول في الوطائق في تقرير الخبرة بأنه حيث تم استدعاء الأطراف وكذا الدفاع من أجل حضور جلسة إجراءات الخبرة في الخطوط بمختبرنا بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالسلام طبقا لمقتضيات الفصل 63 من القانون المصدر المدنية كانت تحدى هذا الخبير اللي وصلتني شيء وثيقة ولا عنده شيء أشعار ديال الاستسلام أنا مشيت صدفة عن السيد المحامي اللي مكلفه بالميل في ديالي وقال لي يا واش علمك الخبير راجعتنا واحد الوثيقة بأننا رغت كل الخبرة في التاريخ الفلاني اعطاني نسخة بما توصل له ما شيف لأنا ما توصلت بوالو لحد ساعة الآن ولا تصاب السيد شيء وثيقة أنا ثاني فيها ولا تسجلت بنا المحكمات الحكمالية بالإعدام أنا أقر بهذا وبأقصى العقوبات أنا مبقيتش فيها الفلوس بقيت فيها الشمتة اللي شمتنا هاد سيد هاد الخبير ودعيته بالزور والمحكمة مخدتش بعي الاعتبار لأنه كيقول في المحضر ديال وبأن التوقعين اللي دير أمام هما خارجين من الخانات وبأن هذا السيد كيسني سينياتور لي كبير إمضاء لي وكبير الحجم ليس بإمضاء صغير الحجم كما هو مبين بتمديد اعتراف بالدين والاعتراف بالدين هنا يجينا نشوف المقارنة غير الواحد السيد ما كيفهمش القانون وما كيفهمش الخطوط كنشوف بأن التوقيع المضمن هنا في الوثيقة ديال البحث اللي درت السيد القادية في المكتب ديالها فهو كبير جدا ولا يمت وبيصيل للتوقيع الثاني وما يتبته ذلك بأن السيد عنده توقيع صغير وكل مرة يغير وكيف ما بغى هو وهو التوقيع اللي يعطاه العول القضاء انهر اللي قال لي اعطاه واحد طي وقال لي رأى فلان داعيك وعطاه نسخة من ديك الدعواء التوقيع دياله هو قدر الأنمول يعني صغير الحجم هنا ما بقى في الصغر أو في الكبار الخبير ما عندهش مستلزمات باش يخدم يعني اعتمد على العين لمجرد أو بمكبر أو بصورة رقمية كما يدعي هنا عندي شهادة إدارية تتبت بأن هذا السيد هو من وقع في الاعتراف بالدين وكذلك التمديد المحكمة ارتأت في التقرير الخبرة وعطأت المصادقة عليه يعني أيدوا الخبرة أنا طلبت خبرة مضادة في الشرطة العلمية أو في الدرك المختبر ديال الدرك الملكي ضربوا كل شيء بعرض الحقيق ومعطوني هذا الحقيق ديالي اللي خولوا لي القانون وخولوا لي الدستور لأن هذه حقوق مشروعة وما نطالب بش حاجة الخارجة على القانون هناك نطلب من جميع ضمائر الحية لتبني هذا الميلف وأناشد وأنادي السيد وزير العدل والحريات والسيد الحموشي المكلف بالأمن الوطني باش يشوفوا هذا الميلف ويقفوا معايا ماشي من أجل شيء حاجة من إحقاق الحق ويرجعوا لداويه أما الفلوس فيتها سواء مشات أو رجعات ولا شديت عندما تدير ليلا في الدنيا ولا في الآخرة هذا كيبقى غير لكن اللي كيحس به الإنسان هو الظلم والظلم وظلمات أنا أتعرض لهذه المشاكل ورغم ذلك استأنفت الحكم وإيضاب المحكامة كتأيد الحكم اللي بفتدائي فين الحق ديالي أنا اللي ضاعم بالمحكامة الأولى والمحكامة الثانية وأنا كان طالب بخبرة مضادة ومع طواشلية فين توجه فين غن توجه الله أعلم أنا الولدات ديالي حاليا أنا ما عنديش مشكل وتصبت في ظلم وبإحباط من اللي وقع لي هاد المشكل وكان عيش كمواطن نازيه توحد ما كيمتزع لي بشي وطني أكتر مني أحب بلادي وأحب ملكي حتى أنه خاء وأدافع عن ملكي وعن وطني بالغالي والنفيس وكان طلب من ضمائر الحية لتبني هاد الميلف لتبني هاد الميلف وتحية لهم صادقة الأحياء من الأوفياء اللي كي ناصروا الحق في كل زمن وفي كل مكان والله يجلزكم بخير هذا ما لدي من تصريح وبغيت ناشد صاحب الجلالة أعزه الله رغمات لي ناشد عرفنا احنا رقلنا نعمل الدستور والدستور احنا بغيناه باش تبدل و باش تقلب و القانون كيسري والمغاربة سواسية كأسنان المشت أمام القانون ولكن باش يضلم الواحد باسم جلالة الملك وطيب قل للقانون خاص القانون يتطبق ويعطوني حق يانا باش نتبتوا في الخبرة والمختبر وإلا دعاة ضرورة كأن المختبرات اللي ما في الخارج إلا عجز المغرب والمغرب الحمد لله رأى متقدم وجد متقدم ما يعتمدوش على خبير مترجم ومحلف في الخطوط وفي اللغة ألمانية رأى ما عندوش وسائل تقنية باش يتبت بأن هاد الخط يلا اعتمد على ميستارة وقلم كيعبر بيهم واش هالتوقيع أو بالعين المجرد أو بواسطة سورة رقمية فهذا حيف وظلم هذا حيف وظلم وشعار الخالد هو الله الوطن الملك